ناقش الرئيس الكوري الجنوبي منجئين وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إجراءات تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين بما في ذلك التصدير المحتمل للأسلحة والمفاعلات النووية الكورية إلى الرياض جاء ذلك خلال محادثات الرئيس الكوري وولي العهد السعودي في الرياض أمس الثلاثاء حيث أعرب مون عن سعادته لرؤية التعاون الدفاعي الثنائي يخطو خطوات كبيرة متوقعا أن تكون المفاوضات بشأن المنتجات الدفاعية الكورية مثمرة ووفقا للمتحدثة باسم الرئاسة الكورية باك يونغ مي أكد الرئيس مون على أن كوريا الجنوبية سوف تتعاون بقدر الإمكان ليس فقط في تصدير أنظمتها التسليحية للسعودية ولكن أيضا في عمليات نقل التكنولوجيا بحيث يمكن إنتاج الأسلحة داخل المملكة العربية السعودية وتشير تصريحات الرئيس الكوري إلى أن المحادثات المتعلقة بتصدير أسلحة كورية إلى السعودية جارية على الرغم من عدم الكشف عن أي تفاصيل في هذا الشأن كما روّج الرئيس مون للجدوى الاقتصادية والسلامة لمحطات الطاقة النووية الكورية الجنوبية